كافر جهزة في حق الله لأن المسلمين انتحراتوا كما يقولون المنتحر كافر المنتحر ليس بكافر المنتحر ليس بكافر ولا يخلت في نار جهنم التوحيد يمنع من خلودي في نار جهنم لما قال نمسلم من قطر نفسه مشاين عوذي به قال من ترد في جبل شاهق فهو في نار جهنم يترد فيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها هذا جزاؤه انجوزي به كما قال ابو هريرة يأتي التوحيد مانعا لأن النبي قال ثم يقبض الله قبضا فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خالق قط الرجل الذي قتل نفسه وأخوه الذي هاجر معه دعا ربه عاما كاملا هل يعني ماذا فعل الله به فجاءه في المنام في أحسن هيئة وأحسن سورة فقال له ما فعل الله بك قال غفر الله لي بإجراتي للنبي صلى الله عليه وسلم لكن قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت المنتحد ليس بكافر ما أدري من الذي أتى عليكم بهذه العقيدة